بتقول لي يا دكتور احنا بنبقى في البيت كلنا ما احناش عارفين في ايه بنبقى قاعدين في البيت كل واحد على مبايله وعلى جهازه نقفل الراوتر نهيم كله صالع في ايه في حاجة غريبة حصلت في البيت النت اقفل ازاي ان احنا نعمل توازن ما بين السوشيال وما بين النت والاجهزة الزاكية وما بين علاقات حقيقية موجودة في قلب البيت تعالوا نعرف خطوات بسيطة وسهلة هدية لكم في حلقتنا النهاردة من كواليس تابعونا هو لما يبقى كل واحد قاعد على مبايله وبيشوفهم واجباتهم او بيعملوا المهام اليومية وبقاش في كلام يا دي بتبقى حياة يعني احنا دلوقتي فرق بيننا وبين الروبوتات وعشين انسان الالي وعشين يمين وعشين الشمال وقف الزرار كده قالوا بسنب الناس اللي قعدة ده طول الوقت عالسوشة تيك 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 أو haulين يلعبوا ده ده حمي زي الروبوت فين الحياة فين جو الاسرة فين ان انا قعدة بكلم وابني بيديني فكرة وبعدين بندحرج الفكرة وبعدين تكبر عضلة المخ على فكرة ده تمرين من أدوات التفكير ان انا 60 اداة من اداة التفكير منها ان انا ضحرج الفكر فين الكلام مش موجود بعتوله على الواطس اتصله على السناب معرفش عامله ايه عشان عارفنا تواصل الكلام ده صح لا الكلام ده بيحولنا لجمدات زينا زي الكرسي لنا وظيفة وقاعد فيها ممكن تكون بتنجز على فكرة امر معين في شغلك ولكن لما بحدد وقت ده افضل لازم يبقى فيه جلسة حوار اسمعو في اليوم ما بين الاسرة وما بين الام وما بين الاب هم شايفين ابي وامي موجودين في جلسة العيلة او في قاعدة العيلة اليومية مش بس الاسبوعية على فكرة لا احنا عايزين يوم 10 دقايق 12 دقيقة لكل عائل كده دقتين 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 بنتكلموا وسمعين حوار بنا وبين بعض سمعين لغة ويتقال يتقال موضوع ونشوف رد الفعل منهم بيعملوا ايه ده مهم لكن ان احنا نتحول تقول لك البنت اجتماعية جدا ياه والامو جعلوات مش عارفة بتعمل ايه اجتماعية وبتتكلم تيجي تكلموها في الواقع ا 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 مش عارفين يتكلموا ما عندهمش مهارات كلام ولا حوار مفيش مهارات اجتماعية اصلا لا عارف الولد يعبر عن نفسه ولد كبير في هندسة ولا عارف ياب نتكلم ياب ياب نعمل مفيش لا 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 طب ده ليه بسببه اه قاعدين على الشاشات حرق حرق خلايا بتعارفين مخ عامل زي ايه تكت كاميرا كده خلايا 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 يالله ادي الاسناب ادي الفوق ادي عمال كده عارفين بل قاعد في الملكوتين عمال يرفع في الشاشة وخلاص او الوطش بتاع الفيس ولا وبعدين ايه الاستفادة سفر كم حرق كمية خلايا بتخليك عندك ايه تشتت انتباه انا حصلت لي الامر ده حقيقة واقول لكم عليه كنت قاعدة مرة بعمل بحث حاجة تحف يعني بعدين بعدين هو انا كنت عايز اعمل اقنسية قلت يا انا حرج حيجيلي تشتت يالله التركيز هو ده اللي بيحصل نجوا عيالكم ونجوا نفسكم ونجوا ازواجكم من اللي بيحصل ده نجوا بايه محدد وقت مفيش افصل للرودة مفيش داتا للموبايل كمان يقول لك اسحب الموبايلات وحط يالله نتكلم طلبة منكم في اليوم يا كل زوج وزوجة وكل اب وام وعودوا مع اولادكم وزوجة وزوجة وعودوا مع نفسكم نص ساعة طبعا هو المخ بيفصل عند الراجل بعد 12 دي عايز اقول لك يعني حقيقة وحنا ممكن نعمل يعني ايه حبشتكات بعد ال12 دي ده يحكي هزار استسالي كلمة طيبة بس يبقى فيه كلام يبقى فيه حوار اعلم ابني واعلم ازاي نتكلم او يجي الزوج يتكلم فيزع فيصوته يعلم والزوجة تعمل مش عارفين يتحوره اقول لهم فيه المشكلة ايه ده معقولة للمشكلة بسيطة دي اه بس هم مش عارفين يتحوروا مع بعض فيها ليه على السوشيال الامر ده حرق خلايا الامر ده حرق وقت الامر ده حرق حب خلوا بالك اعملوا النصيح اللي انا قلتلكو عليها وقفلوا عدو وما تتنزليش يا بنتي ولا تنزل يا دي الزوج انت الراجل عن جلسة اليومين قاعدين بنتكلم ونحاور بعض بلاش نهرب من الحياة ومشاكل الحياة للسوشيال حل حياتك وتعود ان انت تواجه وانجز امورك في وقت محدد دمتم بخير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة